اشتركوا في القناة التي تحتاج إلى عناية مثل كبار السن وذوي العزيمة والمرضى والحوامل وغيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط طبقت بلدية المنطقة الجنوبية تجربة فريدة من نوعها والأولى على مستوى المملكة وهي البلدية عند بابكم المبادرة عبارة عن توصيل الخدمات البلدية لباب طالب الخدمة وطبعا فيه فئة مستهدفة الفئة بتكون كبار السن والعاجزين عن الحضور للبلدية وأيضا بتكون لفئة من النساء اللهم المطلقات والأرامل باعتبر أنهم يكونون في منازلهم ويصعب عليهم الخروج من المنازل فيكون توصيل الخدمة لهم وأيضا لأصحاب الهمم اللي عاجزين عن الوصول للبلدية يتم إنجاز المعاملات عن طريق مركبة مجهزة بالكامل تحتوي على جهاز كومبيوتر مرتبطا بأنظمة البلدية وبها موظف شامل على اطلاع وإلمام بجميع الخدمات المقدمة كما تم تزويد المركبة باستمارات رسمية تساعد المراجعين بملء البيانات المطلوبة منهم للحصول على الخدمة إذ تتم هذه الخدمة أمام بيت طالب الخدمة دون تحميله أي مجهود مبادرة هذه إن شاء الله حاليا في المرحلة المبدئية راح تحوي 16 نوع من الرخص أو من الخدمات منها الترخيص البناء لإضافات البسيطة والترميم والتحويط وشهادة المعلومات وشهادة العناوين توصيل كياس النظافة كرمكم الله هالنوع من الخدمات إجراءاتها إن شاء الله تكون سهلة ومبسطة جدا تكفي اتصال واحد من هذه الفئة المستحقة اتصال واحد منهم على أرقام البلدية أو حتى على واتساب بيزنس البلدية أو أي وسيلة التواصل الاجتماعي وغيرها بدأت البلدية في مشروعها هذا بتقديم 16 خدمة يحتاجها المراجعون مثل خدمات الإضافات البسيطة لبعض ترخيص البناء لأقل من 50 مترا وبعض ترخيص الخدمات والعنوين وتوصيل الإفادات والشهادات وتقديم الزوايا وإشغالات الطريقة ومتابعة المخالفات واستلام الشكاوى تعتبر خدمة البلدية عند بابكم انطلاقة مهنية توفر على المراجعين الذهاب إلى مباني البلدية كما أنها تسهل الإجراءات والمعاملات في ظل التحول الرقمي والتوجه العام والحديث في تطبيق المعاملات الإلكترونية اختصارا للوقت والجهد ساهمت خدمة البلدية عند بابكم والتي أطلقتها بلدية المنطقة الجنوبية بضمان استمرارية هذه الخدمات للفئات المستحقة تؤفيرا للوقت والجهد والعناء لمركز الأخبار خارد العون تلفزيون البحرين